صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف عادة الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه في الساعة العاشرة من مساء أمس اكتشفت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة وأفاد العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر ولله الحمد وقد قامت قوات التحالف الجوية في حينه باستهداف موقع الإطلاق وأضاف المالكي أن السيطرة على الأسلحة الباليستية من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثي المسلحة يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي ويؤكد التحالف أن استمرار الميليشيات المسلحة في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني وخصوصا من ميناء الحديدة والواقع تحت سيطرة الانقلابين